إخواني في الله وأخواتي يقال الإنسان ما يأكل ولا أدري ما نصيب هذه المقولة من الصواب والظاهر أن نصيبها مبقوس جدا لكن الصحيح بالإزاء هو أن يقال الإنسان ما يعتقد الإنسان ما يفكر الذي يملع الإنسان سلوكه وتصرفاته هو اعتقاده ونظرته إلى الأمور تصوره للأشياء فلسفته في الحياة العقيدة كما نقول العقيدة بشكل عام أيها الإخوة سواء كانت عقيدة دينية أم عقيدة لا دينية نظرته الكونية رؤيته الكونية هي التي تملي عليه تصرفه وهذا المفروض أن يكون صحيحا بلا مرية لا يمترى فيه لا يشك فيه لا يمترى فيه ولا يشك فيه فإذا كان هذا صحيحا وهو صحيح أيها الإخوة فما سر التناقض والتشاكس العجيب الذي نراه في حياتنا كمسلمين وهو تناقض ليس خاصا بمسلمي العصر هذا التناقض يمكن أن نقيم عليه الأدلة وأن نضرب له الأمثال من حياة المسلمين تقريبا عبر الأعصار عبر الأعصار حتى في حياة أئمتهم وعلمائهم وكبرائهم تناقضات محيرة أيها الإخوة في حياة العوام اليوم تراه يصلي بل يحافظ على الصلوات ربما في الجماعات أيها الإخوة إلا أنهم متساهلون جدا في قرض أديم الناس وهدكي أعراضهم بالكلام وبالفتئات وبالبهت والأفائك متساهلون جدا وقد يكونوا عالما دينيا وبالإحياء طويلة أيها الإخوة وبمظهر وقور كما يقال إلا أنهم متساهل في الكذب والإفتئات والبهت والأزعومات شيء عجيب كيف كيف أيضا قد يكون مسلما مصليا أيها الإخوة وحج بيت الله وهو حريص الحرص كله على أن يعدد العمر العمرات وربما الحجات إلا أنه يواقع الكبائر يزلي عجيب يصلي الصلوات في جماعات ويزني يزني ويتساهل وهو على ذلك سنين من سنين